في واحدة من أهم نقاط الحلقة النهاردة لأنه لي تهمنا جداً إزاي نكتشف أورام البرصطة بشكل مبكر؟ الصراحة دا سؤال مهم جداً وللأسف الإجابة عليه هتحبط ناس كتير جداً أورام البرصطة الخبيثة ملهاش أي أعراض يعني الناس اللي هي بتكلم عن البول بيبع ضعيف بيقوم النوم كتير بالليل التقطع في البول دا ملهوش علاقة بأورام البرصطة الخبيثة ذا لي علاقة بالتضخم الحميد البرصطة اللي بيحصل في نفس السن وملهوش علاقة بأورام البرصطة الخبيثة بقول تاني وبكرارها أورام البرصطة الخبيثة ملهاش أي أعراض إلا لما تتقدم جداً طيب نعرفها إزاي؟ بالفحص الدوري الفحص الدوري عند الدكتور مفروض إحنا بعد سنة 50 سنة لازم من ضمن الفحص الدوري إن المريض يروح مرة كل سنة للدكتور الدكتور بيطلب له حاجة من دلالة الأورام اللي هي اسمها PSA PSA دهيت بتقول لنا إذا كان المريض ده محتاج حاجة أكتر من كده ولا لا أكتر من مجرد الدلالة الأورام دي ولا لا لو PSA طلع مرتفع كنا زمان وحتى هذه اللحظة كثير جداً من زماننا لس بعمل الحكاية دي PSA مرتفع معناها تروح تاخد عينات من البرصطة للأسف الكلام دهوت تغير جداً الجهاز اللي فات دهوت ده كان جهاز رانين مغناطيسي رانين مغناطيسي الوقت بقنا بنستخدمه استخدام كثير جداً وبقوة في تشخيص أورام برصطاتها مبكرة يعني مش أي واحدة PSA بتاعه مرتفع أخد له عينات لا ده أنا بروح أم أعمله الأول رانين مغناطيسي هو نوع معين جداً من أنواع الرانين مغناطيسي اللي هو اسمه multi-parametric MRI والأسف انتشاره محدود جداً لأنه محتاج خبرات طويلة جداً من زماننا تكاتل الأشياء عدد الناس اللي في مصر اللي بيعرفه يوروكويس وليلين جداً هو في العالم كله مش في مصر بس بعد كده هوت بقينا المريض اللي هو بيتشخص أو الإمر آي بيقولي أه والله ده فيه هنا هوت فيه بقرة لازم تخاف منها بنبتد ناخد له عينات كان زمانة العينات دي عشوية تلوقتي بالجهاز اللي احنا شايفينه ده جهاز ultra sound أو جهاز موجات فوق صوتية بس الجهاز ده هوت فيه حاجة اسمها اندماج الموجات الفوق صوتية مع الرانين المغلطيسي يعني باخد الـ cd بتاع الرانين المغلطيسي بحطه على الجهاز ده فلما دكتور الـ ultra sound يشتغل الجهاز بيقوله خد عينة من الحتة دي ورم البرصاتة ده بيبقى جوز صغير جداً من البرصاتة يعني لو القوضة ديت كلها اعتبرناها البرصاتة ورم البرصاتة ممكن يبقى قد الكوباية دهية فلو انا اخدت عينات عشوائية ممكن ان المريض جداً يكون عنده ورم خبيث وانا معرفش اجيبه بالتقنية الحديثة دهية خليتني اقدر اخد العينات فبعد ما بشوف الكلام ده هوت الجهاز ده بيدمج الصورتين على بعض يحطوهم فوق بعض فالدكتور الـ ultra sound بيقدر يقول انا هاخد من الحتة دي بالظبط وبقى نسبة التشخيص بدل ما كانت 10-12% بقى 90% يعني دي الصورة هي مدمجة لو بصينا على الصورة اللي تحت اللي مين دي بتقوله بالظبط ياخد خدمة الحتة دي في الحتة دي دي بالظبط هتلاقي كمان معلم له في الصورتين اللي هم على الشمال هي دي المنطقة اللي انت خايف منها هي دي المنطقة اللي انت تشوفها المنطقة ده هيت ما كانتش تبان في الـ ultra sound لوحده عشان كلكم ناخد عيناتها شوية تلوقت لما بندمج الصورتين مع بعض يقول لنا المنطقة ده هيت بالظبط وبيعلمها بيدقة شديدة جداً وشوف الإبرة هي داخلة بتاخد العينات من المنطقة بالظبط عشان كده هو بقى الناس بدلا ما عدنا ناخد عينات ولو انت مفاكش حاجة والرجل يفضل الـ PSA بتاعه يعلى ونجيبه تاني ناخد العينات تالت ورابع وخامس وانا الآن من الحاجة ده لأ تلوقتي بجيبه مرة واحدة وناخد العينات بتابع نسبة تشخيصة عالية جيدة عزيم احنا مش فهمنا دلوقتي PSA ده أول خطو بعد كده الـ MRI رلين المنتس بالـ Ultra Sound الذي يحدد بدقة أنا دخل أخد العينات من المنطقة بالظبط ده حاجة رائعة موجود عندنا ماشاء الله ده حاجة عظيمة جداً اشتركوا في القناة